أنا كان فيه مدرس أمريكي يدرس الإنجليزي في الرياض فسألته عن قصتي إسلامه فقلت لها أنت أسلمت هنا في السعودية ولا أسلمت في أمريكا قال لها أنا أسلمت في أمريكا وبعدين جئت أسلمت وبعدين دعوت أمي للإسلام وأسلمت ثم قال لي قال يا شيخ كان نذهب ونصلي في مسجد في مسجد في لوس أنجلوس مسجد الملك فهد تشرف عليه السفارة مسجد كبير وفيه خطابة وفيه يقول فكانت أمي تذهب وتصلي فيه فكان هناك امرأة أمريكية تأتي ولابسها لبس عادي يعني ما هو بلبس ساتر وتدخل في صلاة المغرب أو العشاء وتصف معهم وتسوي زيهم وتلتفت كذا وتقلدهم وتلتفت وهي تركع وهي تسجد واضح أنها ما تعرف تصلي يقول فرأتها أمي يوما قالت يمكن هذه حديثة الدخول في الإسلام ولا تعرف تصلي وسكتت ثم رأتها بعد أسبوعين رأتها بعد ثلاث أساب تأتي في الأسبوع مرة مرتين يقول فأمسكتها أمي يوما وسألتها قالت أنت مسلمة قالت لا أنا لست مسلمة قال طيب وش جيبك هجل مدم لست مسلمة ما الذي يأتي بك إلى المسجد تريدين تسلمين علمك الإسلام قالت لا ما أبغى الإسلام قال طيب ما الذي جاء بك إذن فقالت أنا أشعر بأنواع من ضيقة الصدر والاكتئاب فجربت حبوب نفسية وكذا ما شعرت فائدة فقالوا لي جربي الأديان فذهبت وصليت كم مرة في الكنيسة يشغل شوية موسيقى ويقرأ علينا ونهز ما حسيت بأي شعور داخلي أني تحسن الاكتئاب اللي عندي قالوا لي ذهبي إلى معابد البوذيين اذهبي تقول فأخذت لف عليهم كله ما بقي إلا المسلمين تقول فجئت وأصبحت أقف معكم هنا في الليل لأن الظهر والعصر ما في قراءة فيمكن جاءت الظهر والعصر ما عجبها الوضع تقول فأجي معكم في الليل وأحضر القدس القدس يعني الصلاة تقول ويعجبني غناء القسيس القسيس هذا اللي يصلي بكم يعجبني غناءه يقول فقالت لها أمي هذا ما هو القسيس هذا إمام والذي يقرأه ليس كلاما من عنده يؤلف وله بأغنية هذا كلام الله جل وعلا وأنت تستطيعين أن تقرأه بنفسك وتستطيعين أن تستمعي إليه شغل الكمبيوتر واكتبي كذا وكذا ويطلع لك قرآن بأصوات حسنة استمعي إليه لكن أنت ماذا تشعرين به قالت أنا لما آتي وأعمل مثلكم وأستمع هذا الكلام يزول كل الضيق اللي عندي وأروح وأبقى فرحانة لمدة ثلاث أيام أربع أيام ثم يعود إليه فأرجع عندكم أخذ الإبرة الثانية يعني أخذ صلاة الثانية ثم أخرج وأجلس يومين ثلاثة إذا زال أرجع عندكم مرة ثانية يقول فشرحت لها أمي الإسلام ما دل عادي أسلمت ولا ما أسلمت لكن كان يقول أنها غير مسلمة ومع ذلك ترتاح لهذه الصلاة اشتركوا في القناة